موسيقى انطلاقا من دور مؤسسة الأزهر الشريف وقت عطها في تفعيل القيم وترسيخ المبادئ في المجتمعات ككل مش بس في المجتمع المصري الأزهر دوره عالمي في العالم الإسلامي بالتأكيد قيم كثيرة تم ترسيخها من خلال يعني آليات عديدة أهم هذه الأليات هي أداء الرسالة الدعوية ميدانيا وأيضا تكنولوجيا إلى أي مدى يكون ذلك وهنتكلم أيضا عن حصاد مجمع البحوث الإسلامي عشرين اتنين وعشرين من خلال لقاءنا بدفنا دكتور أحمد همام ودير إدارة الإعلام الديني مجمع البحوث الإسلامية أهلا بحراتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني نورتنا يا فندم وطبعا يعني موضوع مهم جدا كيفية مكافحة الفساد كيفية ترسيخ القيم والمبادئ يعني دور هام جدا منوط بالدعوة يعني إلى أي مدى نستطيع ترسيخ ذلك ودور المجمع في ذلك كيفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ومنعم الشاكرين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول الله الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه ومن سار على طريقته ودعا بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد في الحقيقة امتنى الله عز وجل على الأزهر الشريف في البداية بنخبة من العلماء الصالحين والقيادات الواعين يعني ربنا امتنى على الأزهر بعلماء في كل التخصصات سواء الشرعية أو الثقافية وطبعا اختصنا بقيادات حكيمة يمكن طوال تاريخ الأزهر الشريف وحاليا عندنا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ربنا ينفع به الإسلام والمسلمين عندنا فضيلة الدكتور الضويني وكيل الأزهر الشريف بيشرف على هذه المنظومة حاليا في مجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وطبعا متابعة دائمة ودقوبة ومستمرة من الدكتور محمود الهواري اللي هو الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية طبعا المنظومة بتتحرك في اتجاهات مختلفة يعني عندنا هناك اتجاهان رئيسيان أو رئيسان يتوازيان يعني بيمشوا مع بعض على الدوام اتجاه زي ما حضرتك قلت اللي هو الاتجاه الميداني على أرض الواقع يعني في المدارس في المعاهد في المساجد في المؤسسات في دور الرعاية في مراكز الشباب في مراكز الشرطة في المستشفيات في كل مؤسسات الدولة وهناك بروتوكولات دائمة ومستمرة مع كل الوزارات ده الاتجاه الميداني هناك أيضا الاتجاه التكنولوجي أو الالكتروني وده طبعا على صفحات التواصل الاجتماعي أيضا على قدم وساق في كل صفحات مجمع البحوث الإسلامية صفحة وعظ الأذير الشريف كل هذا ليتم فيه مناقشة القضايا الحيوية اللي بتهم كل المواطنين على السواء كل المواطنين في جمهورية مصر العربية بل وفي العالم الإسلامي أي قضية بتطرح على الساحة بتلاقي مجمع البحوث الإسلامية برجاله وعلمائه ووعاظه وقفين على أهبة الاستعداد لمناقشة القضية والإدلاء بالدلو وتوضيح المفاهيم الخاطئة تصحيح المفاهيم المغلوطة علشان العالم يعيش فيه سلام ويقام من الناحية الدينية والشرعية تمام يعني الفتوى بتأخذ من مجمع البحوث الإسلامية فقط أم هناك جهات أخرى هناك جهات أخرى يعني هناك طبعا الدار الإفتاء هناك فيه مصدر الفتوى العالمي لكن عندنا احنا فيه في الأزهر اللجنة الرئيسة في الجامع الأزهر لجنة الفتوى الرئيسة في الجامع الأزهر وعندنا لجنة فتوى في كل محافظات الجمهورية بل والمراكز في الأونة الأخيرة يعني عندنا ما يقرب من 370 لجنة فتوى على مستوى الجمهورية علشان تعالج كل القضايا وكل واحد يلاقي المكان القريب منه علشان يشوف مشكلته ويحلها بكل سهولة ويسر من غير سفر ومن غير مسافات بعيدة موجودة لجنة فتوى في كل مراكز الجمهورية تماما كل المراكز على مستوى الجمهورية تمام يا فندر مجمع البحوث الإسلامية كلنا نعرفه وكلنا يعني الإسم برق ودايما منير بالتوعية لكن البعض يحب أنه يعرف أكثر الأدوار المنود بيها مجمع البحوث الإسلامي حضرتك في الموسم الأخير اللي هو لسه احنا بصدد انتهاش يعني كل سنة وطيبين 20-22 هذا الموسم كان فيه إنجازات مهمة لمجمع البحوث الإسلامية في شتى مناح الحياة يعني تلاقي حضرتك لما يتكلم عن الفساد المالي والإداري فساد مالي وإداري طبعا فيه جهات أخرى من نطب هذا العمل فساد الإداري فيه رقابة لكن المجمع البحوث الإسلامية بنفذ في هذا العام 20-22 ما يقرب من 22 ألف موعظة أو درس أو محاضرة أو ندوة في هذا المجال فقط على مستوى واقع الناس يعني في مساجد والمؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات ودروس الشرطة والسجون ومراكز الشباب في كل الأماكن ما يقرب من 22 ألف ندوة في هذا العام عن مكافحة الفساد المالي والإداري فقط لغير في منهجية طبعا وسطية ومتزنة ومدروسة وعلمية ومحكمة أيضا فعل ما يقرب من 21 قافلة في محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية اللي بيظهر فيها بعض صور الفساد بتروح القافلة علشان تبدأ توعي الناس بطرق الفساد ومحاربتها إزاي ناس بتسعى إلى الفساد وإزاي نحارب هذا الفساد إزاي نتجنب هذا الفساد إزاي نخلق عند الناس دوافع جديدة للبعد عن الفساد ده بيعملوا مجمع البحث الإسلامية في جانب الفساد المالي والفساد الإداري طبعا ميدانيا وأيضا إلكترونيا على الصفحات زي ما اتفقنا أيضا هناك جانب الأسرة الأسرة ومشاكل الأسرة اللي بتطفو على السطح في هذه الأيام من حيث اختيار الزوجة من حيث غلاء المهور من حيث الخطبة فترة الخطبة وإزاي نتعامل في فترة الخطبة إزاي نعد للزواج إزاي نبعد عن الغلاء إزاي نبعد عن العادات والتقاليد لأنه قديما بيقولوا ما أضر الدين إلا العادات إلا العادات يعني تلاقي الناس كويسة والدين بيخفف على الناس والدين فيه الحب والتعاون وإلى آخر يعني قد تكون عادات سيئة؟ ده فلانا قريبت عملت كذا وفلانا صاحبيت عملت كذا وفلانا صاحبيت كذا فنبدأ العادات والعرف والتقاليد هي اللي بتود الناس في طرق بعيدة عن مجرى الدين الإسلامي أو الشرع الحنيف في كل الاتقاهات طبعا تكلم المجمع البحوث الإسلامية عن قضايا الأسرة في كل شؤونها زي ما قلنا من بداية لاختيار اختيار الزوجة الخطبة مقومات الخطبة مقومات الاختيار كيفية الإعداد للزواج بصورة يرضى عنها الله عز وجل ويرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة لا تسيء للمجتمع لا تسيء للأفراد لا تسيء للأفراد لأن أنا لما أستدين علشان الزواج أنا بديني المجتمع نفسه أنا بديني المجتمع نفسه فكل هذا بينهى عنه الإسلام طبعا وضع ضوابط للاختيار ووضع ضوابط في المعاملة حسن السلوك حسن الأدب حسن الأخلاق حسن المحبة والتعاون ويكفي أن القرآن الكريم قال الألفاظ محددة كده في السكن مودة ورحمة في هذا المنوال تكلم مجمع البحوث الإسلامية فيما يقرب من 70 ألف ندوة في هذا الموسم فقط في هذا الموسم 20-22 70 ألف ندوة عن المشاكل الأسرية وكيفية علاجها ووضع الضوابط لغلاء المهور بل وضع مبادرة كبيرة معروفة لتسكنوا إليها ومن تردون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عريض ده عكس بقى غلاء المهور اللي بيحصل والشبكة والذهب اللي ارتفع طبعا فالناس تقنن أمورها بما يتوافق مع الأمور الحياتية وفق برضو شرع الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا المعيير اللي بيتم بناء عليها اختيار الدعاء وبتأكيد أن هم بيبقى فيه تواصل بينهم من قبل مجمع البحوث الإسلامية مع المجتمع بكل فئاته يعني كيف يستطيع الداعية أن يكون له تأثير قوي على كل الفئات بحجة قوية لدين الإسلام الحنيف وأيضا بقدراته اللي بيتم عليها الاختيار أولا الداعية المسلم بيتم اختياره وفق ضابط كتير مش ضابط واحد أكيد ده بداية من تخرجه في الكلية اللي هو فيها لازم يكون متفوق متفوق في الكلية بتاعته ثانيا بيبقى فيه امتحانات مركزة وفيها الشفافية والحيادية بتتكلم عن حفظه للقرآن الكريم حفظه للسنة معاملته مع الواقع المعاصر أو الواقع المعاش وسطيته منهجية الداعية علشان يتم اختياره السمت الخلق الأدب كل ده هذه عوامل بيتم اختيارها ومناقشتها في جلسات متكررة وامتحانات كثيرة أيضا القدرات يعني الثباتل فعالي أكيد طبعا التماسك لأنه يتعرض أكيد لمواقف أكيد مواقف محرجة ومواقف خاصة ومواقف عايزة سرعة بديها وعايزة سرعة رد فكل ده لابد أن يتم اختياره وفق منهجية مضبوطة محكمة من الأزهر الشريف السنين بيدولوا الثقة بعد ذلك بعد ما يتأكدوا من المعلومات الموجودة عند الواعص أو الداعي بيدولوا الثقة الكبيرة مع المتابعة المستمرة ليه مع المتابعة المستمرة ليه لما يخطئ وكلنا بشر أكيد في أخطاء لما يخطئ يقولوا حاسف خلي بالك خير الخطائين التوابين نعم خير الخطائين التوابون فعند خطأ يبدأ يتناقش يبدأ يتعاتب يبدأ يتحاسب كمان يبدأ يتحاسب على شكل الدعية للأزهري إن شاء الله دائما في القمة والدعية للأزهري دائما إن شاء الله بمشار إليه بالبنان في كل الاتجاهات وكل الناس بيطلبوا الدعية للأزهري في كل مكان في جميع نحل عالم حقيقة ده على المستوى الميداني المستوى الحديث بقى والإلكترونيات وكيفية التعامل مع السوشيال ميديا حضرتك الأول قبل ما نروح للميداني الإلكتروني فيه في الميداني برضو اتكلمنا في هذا الموسم عن التغيرات المناخية طيب دي كانت لها دور كبير وكمان لا يتواكب مع المؤتمر وكمان فضيلة شكل أزهر أوصى إنه يكون هذه الحملة مستمرة لمدة عام كامل عام كامل علشان كده برضو مجمع البحث الإسلامية فعل حوالي 180 أو 181 ألف 181 ألف درس أو ندوة أو محاضرة خلال هذا العام 2022 على أرض الواقع يعني ما بين مساجد ومدارس ومؤسسات وإلى آخر كل مؤسسات هل محافظات كلها ولا في محافظات الجمهورية على السواء؟ لأنه عندنا الوعاظ في كل محافظات الجمهورية في 27 محافظات حتى الحدودية حتى الحدودية طبعا الحدودية لها أهمية خاصة عند الأزهر الشريف وبترسلها قوافل مهمة وفيها علماء نابهين علشان يبينوا للناس مخاطر المكان اللي هم فيه ومخاطر الحفاظ على حدود الله عز وجل وعلى حدود البلاد في هذا المكان طبعا 181 ألف ندوة درقم كبير في هذه الآونة على أرض الواقع غير القوافل الدعوية غير مراكز التدريب عندنا الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وبحث الفتوى بتعمل لجان تدريبية بتعمل مراكز بحسية عندنا مجالة الأزهر الشريف بتكتب مقالات عندنا إصدارات في كتب أو كتب من مجمع البحث الإسلامية عندنا سلاسل علمية بتدرس وبتروح للجميع يعني الناس كلها بتقرأ هذه الأبحاث أو هذه السلاسل الدعوية عندنا ورش عمل تفاعلية مع المؤسسات المختلفة مؤسسات الدولة المختلفة طبعا فيه برد وقلات تعاون وبنتفق زي إيه فن على سبيل المسيح يعني ورش عمل مثلا مع وزارة البيئة يعني وزارة البيئة تم اتفاق مع وزارة البيئة علشان هذه الحملة وهذه المبادرة وتكون بناء عليها عدة مؤتمرات يعني حصل مؤتمر في جامعة العريش مؤتمر في جامعة سهاج مؤتمر في نقابة المهندسين عدة مؤتمرات لتناقش هذه القضية والتغيرات المناخية والضرر أو الخوف من أضرار التغيرات المناخية وكيف نتعامل مع هذه التغيرات المناخية بأسلوب علمي أسلوب مدروس ومش بينجيب رجال الأزهر أو رجال الدين بس لا ده بينجيب ناس مثقفين وناس متخصصين في كل مجال من هذه المجالات تمام الله يكرم كمان يعني ده بالنسبة الميداني هل هناك شيء أخر؟ بالنسبة للإلكتروني فيه 24 حملة تم تنفيذها في هذا العام 2022 24 حملة إلكترونية تم تنفيذها في مجمع البحث الإسلامية صفحة مجمع البحث الإسلامية صفحة وعظ الأزهر الشريف طبعا بالتعاون مع المركز الإعلامي في مجمع البحث الإسلامية الإدارة العامة للإعلام الديني صفحات الوعاظ صفحات مناطق الوعظة على مستوى الجمهورية كل مطلقة لها صفحة وكل وعظ طبعا له صفحته الشخصية كل المبادرات وكل هذه القوافل يعني شوف 24 حملة هذا العام بدأت بحملة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اللي كانت بتتكلم عن الشائعات في أول شهر يناير من هذا العام وانتهت بالحملة الأخيرة اللي هي اللغة العربية هوية وارتقاء وكانت بتتكلم عن اليوم العالمي للغة العربية اللي هو مافق 18-12 الماضي هذه الحملات طبعا مكثفة والوعاظ بيبحثوا عنها وبيتفعلوا معاها في مناطق العمل في المؤسسات كلها كل مؤسسات جمهورية مصر العربية المساجد المدارس حتى بروح كل الأماكن التي الآن تخطر على بال كثير من الناس بروحها لوعاظ يلقوا فيها الندوات ويلقوا فتاوى يشرح للناس القضايا المختلفة كيفية العلاج كيفية التحذير من هذه المخاطر كيفية شقة طريق نحو طريق الله عز وجل للمستقيم بعيد عن الأهواء وبعيد عن الشحناء والبغضاء كل هذا في مجمع البحث السلام أيضا فيه برامج توعوية برامج برضو في التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي برامج توعوية كثيرة ومكثفة على صفحات مجمع البحث الإسلامية وعلى صفحة وعظ الأزهر الشريف يعني عندنا في هذه الصفحات برامج زي قطف وعظية زي شبهات وردود علشان الشبهات اللي بتثار في كل وقت وفي كل حين شبهة عن السنة النبوية شبهة عن النبي شبهة عن الرسول شبهة عن آية قرآنية شبهة عن موقف الشبهات دي وكيفية الردود عليها عندنا برنامج اسمه صحح فهمك للقرآن المفاهيم المغلوطة اللي بتأتي حول القرآن الكريم عندنا أيضا برنامج برنامج تفاعلية يا فندم ولا برنامج وفيه تفاعل كبير من الجبهير بل وأسئلة كمان يعني بيسمع البرنامج ويبعث الأسئلة وفيه لجنة مختصة في كل باب أو كل برنامج للرد على هذه التساؤلات عندنا أدب إسلامية وأدب تربوية عندنا حاجات كرتول للأطفال عندنا رسائل للمرأة حاجة خاصة بالأسرة والمرأة والطفل للتنشئة والقدوة الحسنة يعني بنراعي كل فئات الشعب في كل المضامين أنا سألت على البرامج التفاعلية عشان حررتك طبعا مسؤول الإعلام أيضا يعني فيه عندنا يعني حاجة مهمة جدا نسمعها راجع استادة أو ردود أفعال المستقبلين وده مهم جدا وأكيد مجمع البحوث الإسلامية لا يغيب عنه هذا الشأن إلى أي مدى بتتبع راجع استادة أو ردود الأفعال وبيكون في تواصل حضرتك بمجمع البحوث الإسلامية بيكلف لجان لهذه المتابعة إذا كانت المتابعة ضئيلة في البداية نشوف السر العيد المشكلة فين المشكلة تكمن فين نحاول نعالج هذه المشكلة في البرنامج نفسه في التفاعل مع الجمهور إذا كان المشكلة يعني ما فيش مشكلة وفيه زيادة تفاعلية مستمرة بيبقى فيه عامل تحفيزي وعامل تشجيعي علشان نستمر على هذا طبعا الردود أو الرد على الأسئلة في هذه البرامج لازم تكون لجنة علمية الناس في اتجاهات مختلفة من خلال برضو المنهج الأزهاري الوسط المستنير كل ده إن شاء الله بحكمة ودراسة وحاجة مدروسة وكل يوم بتزيد الفعاليات وبيزيد التفاعل مع الجمهور على أرض الواقع وفي الصورة الميدانية أهم القضايا التي تصدى لها مجمع البحوث الإسلامية وكانت قضايا تتعلق بالشباب أو تتعلق بالمجتمع وبوزل فيها أقصى جهد أو تتسمرها كما يقول حضرتك يمكن قضايا الفكر المتضرف بصورة عامة الفكر المتضرف الإلحاد التشيع التكفير هذه القضايا يمكن الشباب بيدخل على الانترنت في الأونة الأخيرة وبيجلس مع الصفحات بصورة يمكن معظم اليوم بتاع الشاب بيجلس مع الانترنت بيسمع معلومة ممكن تكون المعلومة خاطئة ممكن تكون معلومة متسوسة المعلومة مش صحيحة علشان كده غالبا الشاب في سنه صغير بينساق خلف هذه الشائعات ويبدأ يفعل في دماغه أو تفكيره أننا لم أكونش زي دول أنه دول هم الصح أنه المجتمع اللي احنا عايشين في ده كله غلط وبيبدأ يتفاعل من هذا المنطلق ولكن مجمع البحوث الإسلامية بيحارب هذا الفكر المتضرف بيحارب الإلحاد بيحارب الأفكار الهدامة اللي بتهدم المجتمع بس الفكر الوحده احنا بنقوله الفكر كافي الفكر يحارب بالفكر ولكن طبعا فيه جهات رقبية تانية غير الأزهر الشريف يعني أنا إذا كنت ببني بس لما يكون غيرك بيهدم يبقى أصعب البناء أه أصعب البناء علشان كده لازم الكل يتعاون لازم البوتقة تكون واحدة لازم كل المؤسسات تتعاون في هذا المنوال يعني أنا كأزهر شريف بصدر كتب بطلع منشورات بطلع سلاسل علمية ودعوية بطلع مقالات يومية بطلع برامج تلفزيونية وإزاعية لكثير من العلماء ورجال الدين أيضا بعمل قوافل دعوية في كل محافظات الجمهورية أنا بعمل كمان ندوات ندوات في كل المؤسسات أنا بعمل كمان حاجات في وسائل التواصل الاجتماعي ندوات وبرامج دعوية وبرامج توعوية مختلفة مقرؤة ومسموعة كل ده بينفزه مجموعة بحسن الإسلامية ليحارب هذا الفكر المتطرف يعني الفكر المتطرف في هذا العام 22 مجموعة بحسن الإسلامية فعل ما يزيد عن 73 ألف ندوة على أرض الواقع 73 ألف ندوة خاصة لما بتظهر على السطح مشكلة عن تطرف في بعض البيئات في بعض المحافظات في بعض الأماكن بيبدأ يوجه لها قوافل دعوية بيبدأ يشغل البرامج بيبدأ يعمل حملات بيعمل مبادرات بيشوف مجلة الأزهر بتنزل مقالات الكبار من كتاب الأزهر الشريف وهي الكبار والعلماء بيبدأ ينزلوا برامجهم ودعواتهم علشان نبدأ نحارب ونسيطر على هذه المشكلة وهي في بدايتها دكتور أحمد همام ودير إدراجة الإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية جهد كبير بنشكر حررتك عليه وفعلا التوعية شيء مهم بشكرك وفي نهاية حلقتنا بنقول دايما مصر جميلة مصر جميلة بكل كوادرها وجميلة بشبابها جميلة بأهلها جميلة بخيراتها لكن إزاي ممكن نحافظ عليها إزاي نكون جميعا لنا دور ضد الفساد لنا دور في التوعية والوعي بالتأكيد كلنا قادرين على ذلك كنا معاكم مصر جميلة إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق أعمال جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة